مرحباً أصدقائي موضوعنا اليوم عن متطلبات دراسة الطيران أن تصبح طياراً هو اختيار مهني مثير ومجز فيما يلي الخطوات العامة لتصبح طياراً 1. أبحث عن رخصة طيار واخترها هناك أنواع مختلفة من تراخيص الطيارين مثل رخصة الطيار الخاص PPL ورخصة الطيار التجاري CPL ورخصة طيار النقل الجوي ATPL ابحث عن كل نوع لتحديد أي نوع يتوافق مع أهدافك 2. استفاء المتطلبات تختلف المتطلبات الدقيقة وفقاً لنوع الترخيص الذي تسعى للحصول عليه والبلد الذي تتواجد فيه ومع ذلك بشكل عام ستحتاج إلى تلبية متطلبات عمرية وطبية وتعليمية معينة على سبيل المثال في الولايات المتحدة يجب أن يكون عمرك 17 عاماً على الأقل للحصول على رخصة طيار خاص 3. أبحث عن مدرسة طيران ابحث عن مدرسة طيران أو أكاديمية مرموقة حيث يمكنك تلقي التدريب اللازم تأكد من أن المدرسة معتمدة من قبل هيئة الطيران في بلدك 4. بدأ التدريب على الطيران قم بالتسجيل في برنامج تدريب على الطيران حيث ستتعلم في الفصل الدراسي وفي الجو ستحتاج إلى إكمال عدد معين من ساعات الطيران واجتياز الاختبارات وإظهار مهاراتك في الطيران للمدربين 5. تحديد ساعات الطيران لكي تصبح طياراً تجارياً أو طياراً للنقل الجوي ستحتاج إلى إنشاء عدد معين من ساعات الطيران يمكنك القيام بذلك من خلال العمل كمدرب طيران أو طيار مستأجر أو في وظائف طيران أخرى 6. الحصول على الشهادة بعد إكمال تدريبك واستفاء جميع المتطلبات ستحتاج إلى اجتياز اختبارات كتابية واختبارات طيران عملية للحصول على رخصة الطيران الخاصة بك 7. الارتقاء بحياتك المهنية بمجرد حصولك على الترخيص يمكنك متابعة التدريب والشهادات الإضافية لتطوير حياتك المهنية وقد يشمل ذلك الحصول على تقييمات للأجهزة والمحركات المتعددة بالإضافة إلى مواصلة التعليم في مجال الطيران تذكر أن أن تصبح طيارا يتطلب التفاني والعمل الجاد واستثمارا كبيرا للوقت والمال إنها مهنة مليئة بالتحديات ولكنها مجزية لأولئك المتحمسين للطيران شكرا لكم على حسن استماعكم ولا تنسى زر الإعجاب والاشتراك بالقناة